قائمة التقارير تعتبر قائمة التقارير من القوائم المهمة في برنامج المحاسب الأول نستطيع من خلال معرفة نتيجة النشاط ومخرجات جميع العمليات التي دمت في برنامج المحاسب الأول خلال الفترة السابقة فمثلا إذا ما قمنا باتباعة دليل حسابات نستطيع من هذه الشاشة أن نقوم باتباعة دليل حسابات لجميع الحسابات التي تتعامل مع الشركة فإذا ما اخترنا فرعي سوف تظهر الحسابات الفرعية فقط نلاحظ بالعملة بنوع الحساب برقم الحساب اسم الحساب فإذا ما اخترنا رئيسي سوف تظهر فقط الحسابات الرئيسية فإذا ما اخترنا كل يعني يشمل حساب الرئيسي والفرعي سوف تظهر لطريقة وبهذا التدرج يقصد بالمستوى مثلا الحساب الرئيسي مثلا أريد أن أطبع من المستوى الثالث سوف تظهر فقط إيش من المستوى الثالث نخرج الآن وندخل تقارير سندات طبعا أستطيع من خلال هذا الخيار أن أقوم بمراجعات ومتابعة جميع التقارير والعمليات التي نفذت فمثلا إذا ما أردنا أن نقوم بمراجعة سندات نقدية هل تريد أن تراجع السندات النقدية المرحلة اليوم تقوم بإدخال هذا اليوم لفترة يعني من تاريخ إلى تاريخ أو على شكل مستند فإذا ما اخترنا مستند نقوم أولا بتحديد رغم الصندوق بالضغط على 9 بضغط صندوق ريال ثم نوع التقارير هل تريد إجمالي أو تحليلي فإذا ما اخترنا تحليلي مثلا وضغطنا على أحد المستند الرابع ثم اقتباعه سوف يظهر بهذا الشكل المستند قم 4 سنتصرف مصروف لشكلة القمة فإذا ما أردنا أن نكون التقارير إجمالي فنحدد من أول سند مثلا إلى آخر سند ثم نقوم بالطباعة سوف تظهر بشكل إجمالي صندوق السند مثلا الأول تاريخه والمبلغ السند الثاني وهكذا يتم استخدام تلك العملية تقوم بها بنفس الطريقة على باقي السندات القيود اليومية، السندات البنكية، فواتر المبيعات وغيرها أما السندات الغير مرحلة مثلا إذا ما اخترنا السندات نقضية كمثال على شكل مثلا مستند نلاحظ يوجد لدينا فقط السند غير مرحل إذا ما وضعنا عليه سوف يظهر هذا السند، هذا السند غير مرحل السند غير مرحل كشفات الحسابات تعتبر هذا الخيار من أهم الخيارات في برنامج المحاسب الأول نستطيع من خلال معرفة الأرصدة لجميع الحسابات التي تتعامل مع الشركة في نشاط تجاري فندخل مثلا كشف حساب فرعي تحليلي في هذا الكشف نستطيع معرفة جميع الأرصدة والعمليات التي تمت في كشف حساب معين فإذا مثلا قمنا بالضغط على F9 واختيار حساب معين من الدليل المحاسب مثلا حلات الأوراق مثلا كمثال نقوم بسحبه كذا بزر الأيمن إلى رقم الحساب ثم نقوم بتحديد تاريخ مثلا من بداية السنة إلى نهاية السنة مثلا ثم طباعة سوف يظهر كشفه بالطريقة التارية كشف حساب من تاريخ مثلا واحد واحد إلى تاريخ محلات الوراق هنا نوع العمليات تاريخ العمليات وهنا يظهر مثلا الرصيد وهكذا جميع العمليات الأرصدة التي له والتي عليه سواء مدين أو دائن فإذا ما أردنا أن نقوم بطباعة أكثر من حساب مثلا نختار من أول حساب الآخر حساب ثم طباعة سيظهر محلات الوراق كما قلنا سابقا ثم نضغط بالسهم الأسود فيظهر سوبر ماركت الهدى كرصيد افتتاحي ورصيد نهائي وجميع العمليات التي تمت على هذا الكشف بهذه الطريقة كان عليه 20 ألف رصيد استتاحي سدد منها ألف الآن المتبقي عليه ألف دولار نقوم الآن بالخروج الدخل مرة أخرى كشف حساب رئيسي تحليلي نستطيع من هذا الكشف أن نقوم بتحديد جميع العمليات التي تمت الحسابات الرئيسية فمثلا بالضغط على افتساع مثلا واختيار مثلا عملاء محليين وسحبها بالزرع إيمان إلى الحساب ثم تحديد التاريخ ثم طباعة تظهر جميع الأمليات المندرية تحت الحساب عملاء المحليين هذا محلات الوراقة التجارية ونقلب بالسمنة وهكذا سوبر ماركتة الهدى وهكذا فإذا ما دخلنا مرة أخرى كشف حساب فرعي إجمالي الكشوفات السابقة كانت تحليل الآن الإجمالي نحدد مثلا رقم الحساب بالضغط على افتساعه فمثلا سوف نقوم باختيار حساب الصندوق مؤشر عليه نضلل ثم نسحبه إلى مثلا إلى حساب سوبر ماركتة الهدى ونقوم بطباعة كشف إجمالي نقوم بطباعة تاريخ إلى تاريخ معين ثم نحديد العمل مثلا ريال ثم نقوم بالطباعة سوف يظهر لنا كشف إجمالي بأرصدة هذه الحسابات صندوق دولار هذه الأرصدة المتبقية لهذه الحسابة بشكل إجمالي وليس تحليلي أرصدة الحركة الشهرية إذا ما ضغطنا عليها ثم نقوم بمثلا هل نريد كشف الحساب مثلا الحساب الفرعي مثلا من حساب ضغط على إبتسع مثلا مثلا من أول حساب نسحبه إلى هذا الحساب كمثال كعينة ثم بطباعة سوف يظهر لنا ماذا الأرصدة أو إحصائية شهرية بأرصدة حساب السنة إذا ما أنا أرصدة خلال السنة سوف أتظهر مثلا هذا شهر سبتمبر شهر تسعة هذه أرصدة إيش الحسابات أرصدة الحسابات خلال شهر سبتمبر كإحصائية الأرصدة الحالية نقوم مثلا بإطباعات فرعي وتحديد الحساب الضغط على إبتسع واختيار الحسابات ومعرفة الأرصدة بالسحبها سحب الضغط على الحساب وسحبها ثم الطباعة سوف تظهر لنا هذه أسماء الحسابات الرأس يفتحين وجهد الحركة الحركة الرأسدة الحالية الحركة يعني إيش ما تم استلامه ودفعه مثلا مدين دائم ثم الرصيد النهائي بالجميع العملات بالريال بالدولار وغيره اليومية العامة نستطيع من خلال اليومية العامة معرفة جميع القيود المحاسبية التي ينفذها النظام آليا فإذا ما اخترنا مثلا سنة صرف وأردنا معرفة طبيعة القيد المحاسب التي سوف ينفذها النظام آليا مثلا حسب أرقام الوثائق ثم أحدد مثلا من تاريخ إلى تاريخ مثلا إلى تاريخ ثلاثين تسعة كمثال ثم أحدد مثلا من رقم المستند واحد مثلا رقم كذا أو نترك الحقوق الفاضي ثم نقوم باتباعه سوف تظهر لنا هذه القيود التي نفذها النظام آليا لسنة صرف سنة صرف من حساب المصاريح مثلا كمدين إلى حساب الصندوق وهكذا كدائن من حساب المصروفات الحسابات المتأثرة مثلا المصاريف الموظفين العملاء الموردين التي تم السداد لهم وغيرهم إلى حساب الصندوق شو من حساب شركة قمة مدين كمورد إلى حساب الصندوق دائن قل ميزان المراجعة تعتبر أو يعتبر ميزان المراجعة من التقارير المهمة التي نستطيع من خلالها متابعة العمليات التي تمت خلال السنة ومعرفة مدى دقة هذه العمليات وأرسل تلك الحسابات الخاصة بهذه العمليات فإذا ما اخترنا مثلا فرعي واخترنا مثلا شهر تسعة شهر العمليات ثم أردنا مثلا من حساب معين مثلا من بداية من أول حساب مثلا إلى آخر حساب ثم قمنا بالطباعة سوف يظهر ميزان المراجعة كالتالي هذا الرصيد الحالي جميع العمليات التي تمت الأرصيد متبقية ثم نلاحظ ماذا أن جميع الأرصيدة تظهر آليا في هذا ميزان المراجعة يظهر ميزان المراجعة ولابد أن يكون ميزان المراجعة متزن كي تكون العمليات التي يتم تنفيذها صحيحا تقارير أربع خسائر فإذا ما أردنا مثلا معرفت الأربع خسائر للحسابات مثلا لكل الحسابات الرئيسي الفرعية ثم نقوم مثلا بالتحديد مثلا شهر تسعة شهر العملية التي تكمل بتنفيذها ثم الضغط على الطابعة سوف يظهر لنا قائمة للبعشر الطرف المدينة طبعا منثل المصروفات والطرف الدول منثل الإرادات طبعا حساب الحسابات الرئيسية بشكل مندرج فنلاحظ أن لدينا هذه الحسابات سيظهر لك هل الشركة بها ربح أو عليها خسارة بها الطريقة الأرصيد تلكمية الطرف المدين نغسط طرف الدول ومثل إما ربح أو خسارة تقرير الميزان العمومية بنفس الطريقة رئيسي مثلا أو كلي ثم نحدد مثلا شهر معين شهر تسعة شهر العملية التي تم تنفيذها ثم الضغط على الطابعة تظهر الميزانية العمومية أو المركز المالي للشركة بهذه الطريقة طبعا صابر أرباح تقفى صابر أرباح سواء ربح أو خسارة تقفى في الميزان العمومية ثم تظهر لك الأرصدة المتبقية للحسابات كاملة الأرصدة مثلا شهر الحالي ثم الأرصدة التراكمية تظهر بهذا الشكل ونلاحظ ونلاحظ أنها متزينة الميزانية العمومية تكون متزينة أي أن العملية التي تمت بشكل صحيح ودقيق فإذا ما خرجنا من هذه الشاشة ودخلنا مثلا الآن تقارير المغزون نستطيع من تقارير المغزون طباعة جميع الأملية التي تقلق بالمغزون مثلا طباعة بيانات المجموعات الرئيسية فإذا مثلا تقومنا بالطباعة تظهر هذه المجموعات الرئيسية مجموعات البر وجميع الحسابات المرتبطة بها حساب المجموعة مبيعات وهكذا طبعا هذا الحساب يدخلها في جهة بيانات المجموعات في العمليات فإذا ما أعرف مثلا معرفة بيانات الأصناف نقوم بالطباعة مثلا على أساس المجموعة كل مجموعات مثلا كل الأصناف ثم نقوم بالطباعة تظهر لنا هذه إيش بيانات الأصناف بيانات الأصناف اللي تم يدخله في شاشة بيانات الأصناف الصنف العبوة حد الطلب اللي تم تحديده في شاشة بيانات الأصناف تخزين أصناف تظهر لنا مجموعة من الخيارات نستطيع من خلالها معرفة الكميات المتوفرة في المخازن ومخزين أول مدة من خلال شاشة تخزين أصناف فإذا مثلا اخترنا على أساس كل الأصناف وقومنا مثلا بالتباعة سوف تظهر لنا بيانات المخزين حسب الأصناف مثلا رقم الصن بر أمريكي مخزون الافتتاح خمسمائة كيس التكلفة الأولية مثلا ثمانية ألف وتسعمائة إذن إجمالي مخزين أول مدة من البر أمريكي هذا المبلغ وكذلك نستطيع معرفة كمية المتباقة في المخازن كمية في المخازن الكمية المتباقة مثلا أربعمية وخمسة وعشرين تكلفتها إجمالي الكميات المتباقة من البر الأمريكي فإذا مثلا اختبنا حسب المخزين مثلا وقمنا مثلا بتحديد المخزين بضغط على افتتاح واختبنا مثلا مخزين المعرض ثم بالتباعة شوف يظهر لنا إيش المخزين الأول بر أمريكي الكمية المتوفرة التكلفة الإجمالي ويظهر مخزون الافتتاح وهكذا بنفس الطريقة بنفس المنوال تسعير الأصناف نستطيع معرفة الأسعار التي تم إدخالها في شاشة تسعيرة الجملة التجزئة السعر الخاص بناء على الأصناف فإذا ما اختلنا مثلا صمت واختلنا مثلا طباعة أحددنا مثلا صمت معين بضغط على افتتاح مثلا أو الصفة سفر وعشر تاس صفة واحد تقوم بنا بتخرق عما الصنف ثم طباعة سوف يظهر أن البر الأمريكي يسعر بسعر التجزئة مثلا بمبلغ تسعى الفوثمانمائة وهكذا يتم تطبيق هذه الخيارات على باقي الجملة والخاص فإذا ما أردنا مثلا كل المجموعات نقوم بالطباعة مثلا مثلا تسعى الجملة بالنسبة للمجموعات والطباعة يظهر مجموعة البر أن البر الأمريكي مسعر بسعر الجملة بمبلغ تسعى الف وخمسمائة والبر الأستروني مسعر بمبلغ ثمانية الف وتسعمائة أوامر التوريد نستطيع من خلال هذه الشاشة أو هذه التقارير معرفات ومتابعة ومراجعة جميع أوامر التوريد المخزني التي تم عملها في المخازن فإذا ما أردنا مثلا لفترة محددة نقوم بإدخال هذا الفتر مثلا من بجاية السنة إلى تاريخ مثلا ثلاثين تسعة ثم نوع التقرير مثلا تحليلي نقوم بالطباعة سوف تظهر لنا أوامر التوريد المخزني بهذا الشكل بهذا الشكل الرقم الرقم الأول توريد الرقم الحساب صندوق نقدم طبعا ثم إيش بيانات توريد الكميات التكلفة الإجمالي نضغط بالسامن مثلا توريد الرقم اثنين بالآجل من شركة الاتقاء وهكذا ونستطيع كذلك تتبع على شكل إجمالي أو تحليل أصناف فإذا مختلف مثلا حسب الحساب نقوم مثلا بإدخال مثلا حساب الصندوق لنعرف كم تم توريد أو كم تأثر هذا الحساب بإجمال التوريدات طبعا بالطباعة سوف يظهر هذا الحساب الصندوق رقم التوريد واحد التاريخ الإجمالي ورقم التوريد الرقم الثلاثة ثم نقدا ثم يطيق إجمالي ما تم توريد وجراء نقدا التقل الذي يلي أوامر الصرف المخزني نقوم باستقرب أوامر الصرف اللي تمت في المخازن فإذا ما اختلنا لفترة مثلا معينة وحددنا مثلا من بداية السنة إلى تاريخ ثلاثين تسعة مثلا ثم اختلنا مثلا تحليلي ثم طباعة سوف يظهر أوامر الصرف بهذا الطريق مثلا الصرف رقم واحد كان مسحوبات المدير فإذا ما ضغطنا الصرف رقم اثنين مثلا كان صرف العجز الطبيعي مثلا في المخزون وهكذا بهذا الكميات وبهذا الشكل تظهر أوامر الصرف في التقارير حركة المخزون أستطيع من خلال حركة المخزون متابعة حركة صف معين المخزون الافتتاحي والكميات الواردة والكميات المنصرفة ومخزون آخر المدة فإذا ما اختلنا مثلا صف معين مثلا صفة سور واحد شرطة أول صفة ثلان ثم رقم المخزن ترجمة نانسي قنقر